السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في أول حلقات الموسم الجديد لمدتنا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية المادة بتاعتنا مادة جميلة جدا أسئلتها في الامتحان بتبقى أسئلة مصصعبة هناخدها واحدة واحدة مع بعض بالفهمة ومش بالحفظ لأنه مش هنعتمد على الحفظ نهائيا طيب المادة بتاعتنا دي الأول كده بتتكلم عليه إيه قانون العمل والتأمينات الاجتماعية المنهج بتاعنا مقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول بيتكلم على قانون العمل أو قانون وقم 12 لسنة 2003 ده الجزء الأول بيخص كل العلاقات القانونية ما بين العامل وصاحب العمل خلي بالك من الكلام يبقى قانون العمل ده هنتكلم فيه على العامل وصاحب العمل أما الجزء الثاني قانون وقم 81 لسنة 2016 أو ما يسمى قانون الخدمة المدنية ده هيبقى المخاطبين به جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة الجزء الثالث بيتكلم على قانون التأمينات قانون لسنة 79 لسنة 1975 ده بيتكلم على الجزء الخاص بالمعاشات وتأمين إصابة العمل وتأمين المرض والبطالة والمستحقين للمعاش في حالة وفاة صاحب المعاش يبقى المنهج بتاعنا مبدئيا كده مقسم لثلاث أجزاء طبعا المادة دي مادة جديدة عليك في الدبلوم ما عدتش عليك في سنة أولى ولا سنة تانية فنتابعها من الأول هنمسكها جزء جزء مش هنعتمد على الحفظ إطلاقا هتطلع إن شاء الله من الحلقة فهم الدرس كويس جدا 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 طيب مبدئيا كده هل احنا هنبدأ بأنه جزء من المنهج طبعا هنبدأ بقانون العمل قانون العمل أو قانون رقم 12 لسنة 2003 طيب قانون العمل ده بيتكلم على إيه ويخص مين ومين اللي بيتخطب به ومين اللي مش هيتطبع على القانون ومين اللي هيتطبع على القانون كل ده هنعرفه إن شاء الله في الحلقة بتاعة النهاردة بداية كده تعالى مع بعض نشوف تعريف قانون العمل بيقول إيه عشان هنمسك التعريف واحدة واحدة كده مع بعض لحد ما نبسطه خالص تعالى نبدأ مع بعض ونشوف تعريف قانون العمل طبعا قبل التعريف بنشوف الأول أهداف الفصل يعني أنت من الفصل ده بعد ما بتطلع منه لازم تكون تعرف تحدد يعني إيه قانون عمل يعني إيه أهمية قانون العمل نطاق تطبيق قانون العمل طبعا من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع والطواقف التي لا تخضع لأحكام قانون العمل ده أهداف الفصل الأول طيب تعال نبدأ بأول حاجة مفهوم قانون العمل إيه هو تعريف قانون العمل عندنا هنمشي مع بعض في التعريف واحدة واحدة وبعد كده هبسطه لك يقصد بقانون العمل ذلك القانون الذي يحكم كل العلاقات القانونية التي تتولد كلمة تتولد هنا معناها تنشأ عن عمل شخص لحساب شخص آخر عن عمل شخص لحساب شخص آخر سواء كان هذا الآخر طبيعي أو اعتباري مقابل أجر إذا توافر رابط التبعية طيب خليك معايا بقى لأنك أنت هتقول لي كده البداية يا مستر تعريف صعب جدا ولا صعب ولا حاجة تعال مع بعض كده نبسطه واحدة واحدة احنا بنقول ايه قانون العمل ده عبارة عن ايه مجموعة من القواعد القانونية اي قانون هيبقى عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تحكم العلاقة التي تتولد وكلمة هنا تتولد معناها تنشأ يعني ده عبارة عن مجموعة قواعد قانونية هتحكم علاقة ما بين اتنين هو في التعريب بيقول ما بين شخص يعمل لحساب شخص آخر احنا بقى هنقول ايه مين الشخص اللي بيعمل ومين الشخص الآخر اللي بيتم العمل لحسابه الشخص اللي بيعمل هنا نقصد بيه العامل نقصد بمين العامل ومين بيتم لحسابه العمل برضو عليكم نقصد بيه صاحب العمل يبقى القانون هنا مبدئيا كده الجزء الاولاني مجموعة قواعد قانونية تنشأ أو تتولد بين علاقة ما بين اتنين واحد شغال عند التاني مبين عامل وصاحب عمل تاني مجموعة قواعد قانونية بتحكم العلاقة ما بين اتنين مين هم الاثنين دول عامل وصاحب عمل أفرم من كده لنستر ان احنا قانون العمل كله هيتكلم على العلاقة دي طبعا أنا في قانون العمل ما عنديش الى اتنين هما القانون محطوط عشان يحكم العلاقة بينهم مين الى اتنين دول العامل وصاحب العمل طيب سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري تاني سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري يعني ايه شخص طبيعي ويعني ايه شخص اعتباري والله لو انا عمل العقد مع واحد بصفته الشخصية اللي هي الطبيعية بين ادم عادي يبقى ده شخص طبيعي يعني عشان برضو تفهم لو انا واحد اشتغل في شركة او اشتغل في مصنع والعقد اللي بيني وبين صاحب العمل العقد ده مكتوب اسم صاحب العمل فلان الفلاني يبقى كده ده شخص طبيعي بطبيعته بشخصه اما اذا كنت بعمل العقد مع شركة يعني شركة ايمان شركة مش عارف ايه شركة ايه ده كده معناها شخص اعتباري طب ليه القانون هنا قال شخص طبيعي او اعتباري لان احنا عندنا قاعدة في القانون بتقول ايه يتم انهاء عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل اني صاحب عمل بقى اه عشان كده القانون قال طبيعي واعتباري قال لو الشخص الطبيعي هو اللي توفى العقد تنتهي اما لو كان شخص اعتباري العقد تفضل سريع زي ما هي نقول تاني مجموعة قواعد قانونية او المجموعة القواعد القانونية التي تتولد كلمة تتولد يعني ايه رفع عليكم تنشأ من علاقة ما بين اتنين من هما الاتنين دول العامل وصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري طيب حد هيسألني ويقول لي هو ينبع يكون العامل ده اقول عليه طبيعي او اعتباري طبعا العبارة هنا طبق خطأ العامل لازم يكون شخص طبيعي حتى ما بنيجي نعرف العامل بنقوله ايه كل شخص طبيعي لما نيجي نعرف صاحب العمل بنقول شخص طبيعي او اعتباري نقول تاني قانون العمل مجموعة قواعد قانونية هتحكم العلاقة ما بين اتنين من هما العامل وصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده شخصي ايه رفع عليكم طبيعي او اعتباري مقابل اجر اه هو الاجر هنا لازم واحدة يقول لي طب هو في عمل من غير اجر اه طبعا في عمل من غير اجر العمل التطوعي او العمل اللي انا بتبرع به او العمل التطوعي ده انا ما باخدش عليه اجر ده ملوش دعوه بقانون العمل ده يحكم بقانون المدني يعني معنى كده لو انا شغال في مكان وما باخدش في المكان ده اجر الكلام اللي انا اقوله ده ما ينطبقش علي تاني لو انا شغال في مكان لان التعريف واضح هو مقابل اجر مقابل ايه مقابل اجر يبقى انا لو شغال في مكان والمكان ده أنا ما باخدش منه أجر يبقى قواعد قانون العمل لا تسري علي إطلاقا ليه؟ لأن العمل هنا فقط شرط مهم جدا من شروط تطبيق قانون العمل اللي أنا عرفها إنه شرط إنه يكون العمل بأجر أو مأجور يازم عليه أخذ عليه أنا أجل نقول تاني التعريف مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل طيب سواء كان صاحب العمل ده شخص إيه؟ ربو عليكم شخص طبيعي أو اعتباري مقابل أجر إذا توفر رابط التبعية تاني إذا توفر رابط التبعية يعني إيه التبعية يا مستر؟ يعني يكون شغال تحت ضرطه إشرافه توجيهه ورقبته يعني إيه برضو؟ يعني أنا لما راح أشتغل في شركة أنا تابع لصاحب العمل لما راح أشتغل في مصنع أنا شغال تحت إدارة وإشراف وتوجيه الشخص اللي أنا بشتغل عنده دي إسماء التبعية طبعا هنقع في التبعية بالتفصيل إحنا لسه دلوقتي في بداية التعريف نقول تاني التعريف اللي بنقوله قانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقة ما بين اتنين شخص يعمل لده شخص آخر مين الشخص اللي بيعمل؟ برافو عليكم العامل ومين اللي بيتم الحساب والعمل؟ برافو عليكم صاحب العمل يعني أنا ممكن أقول مجموعة قواعد قانونية تحكم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده اللي أنا بتكلم عليه شخص إيه؟ أكمل ممكن تجيلي أكمل سواء كان شخص نقط أو نقط برافو طبيعي أو اعتباري مقابل إيه؟ مقابل أجر مقابل إيه؟ أجر إذا طوافر رابط التبعية يعني لو فيه تبعية ما بين العامل وصاحب عمل طب ليه بنقول كده؟ أصلا أنا هقول لك على حاجة لو فيه واحد تجي عندك يشتغل في البيت هيعمل أي أعمال؟ حرف يعني سباكا جارة هتقول لي ده طب ما هو ده بيشتغل مقابل أجر صح كده؟ صح وبشتغل عند شخص طبيعي اللي هو صاحب البيت تمام بس مش تابع ليه مش تابع ليه بمعنى إيه؟ يعني ممكن يوم يجي يوم ما يجيش لو ما جاش مقدرش عمل له حاجة اللي بنسميه الحرفة أو الصناعي طبعا ده لا يخضع لقانون العمل عشان كده بنقول إذا توفر رابط التبعية يبقى ده تعريف المبدأي بتاع قانون العمل مجموعة قواعد ببصد تانية على التعريف مجموعة قواعد قانونية تنشأ وتتولد من علاقة عامل عند صاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو اعتباري مقابل إيه؟ رابط عليكم مقابل أجر إذا توفر رابط التبعية طيب ده بالنسبة لتعريف قانون العمل طيب هو العمل أصلا قانون العمل ده معمول لمين؟ قبل ما نقول هيتطبع على مين؟ لازم نفهم نقطة مهمة جدا إن العمل العمل الإنساني بصفة عامة يعتبر نوعين عمل عام وعمل خاص تاني ينقسم العمل الإنساني إلى عمل عام وعمل خاص بمعنى إيه؟ بمعنى إن قانون العمل هيتطبع على واحد منهم أنا هي واحد هنعرف دلوقتي لكن بصفة عامة أي عمل في الدنيا أي عمل إنساني أي عمل إنساني بينقسم إلى عمل عام وعمل خاص إيه هو بقى مفهوم العمل العام وإيه هو مفهوم العمل الخاص ده اللي هنعرفه مع بعض يبقى قانون العمل هنا جاء يحكم علاقة معينة هل هي العمل العام ولا العمل الخاص تعالوا نبص مع بعض كده كتابنا بيقول إيه ونوضحه وحدة وحدة طبعا بعد ما شفنا التعريف بنقول هنا يحكم قانون العمل نوعا محدد من أنواع العمل الإنساني يأما العمل العام يأما العمل الخاص ويقوم ذلك التحديد في القانون على أساس تقسيم العمل إلى عمل عام وعمل خاص تاني ويحكم قانون العمل نوع محدد من أنواع العمل الإنساني ويقوم ذلك التحديد في القانون على أساس تقسيم العمل إلى عمل عام وخاص طب يا مستو نفهم من الجملة دي إيه نفهم من الجملة دي حاجة مهمة جدا إن أي عمل إنساني في الدنيا بينقسم إلى نوعين عمل عام وعمل خاص تاني العمل الإنساني ينقسم إلى نوعين عمل عام وعمل خاص طب إيه هو العمل العام وإيه هو العمل الخاص العمل العام هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة ثاني هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتبار زلطة ساد سيادة وفي ظل القانون يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليحكم بمقتدر قانون العاملين المدنيين بالدولة لا الكلام ده كبير يا مستر ما تسهل هنا شوية طيب خليك معايا وانا بسط لك الامور احنا قلنا ايه ان العمل الانساني ينقسم الى نوعين عمل عام وعمل خاص طيب قانون العمل هنا هيطبق على مين هل هيطبق على العمل العام ولا العمل الخاص لا قانون العمل يحكم علاقات العمل الخاصة يبقى يطبق على العمل الخاص طيب ايه هو مفهوم العمل العام يعني ايه العمل العام ببساطة كده اي حد شغال في الجهاز الاداري للدولة او وحدات الحكم المحلي او الهيئات العامة ده اسمه عمل عام يعني اي حد شغال موظف بالدولة يبقى كده شغال في العمل العام طب تعريف العمل العام ايه هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام تاني هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة تاني العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة ده تعرف العمل العام يعني ايه بقى اللي انا قلته ده يعني أنا مثلا بشتغل موظف في الدولة أنا بشتغل في المدرسة فالمدرسة دي لها مديرة المديرة دي تمثل القانون العام باعتبارها سلطة ذات سيادة عندها القدرة على تنفيذ القانون يبقى تاني العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة تاني باعتباره سلطة ذات سيادة ده العمل العام أما العمل الخاص هو ذلك العمل زي التعييدة بالضبط بس أغير في كلمة بسيطة بس الكلمة البسيطة دي هتغير المعنى كله خليك معايا أنا بقول العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام أما العمل الخاص بقى هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص يبقى احنا كده عندنا العمل الإنساني اتنين ايه هما الاتنين دول العمل العام والعمل الخاص لو جلنا سؤال في الامتحان أكمل ينقسم العمل الإنساني إلى نوعين إيه هم عمل عام وعمل خاص إيه هو العمل العام إيه مفهوم العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتبار سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص يبقى ده الفامق بين العمل العام والعمل الخاص طيب هو يا مستر هنا قانون العمل معمول لمين هل معمول للعمل العام ولا معمول للعمل الخاص الإجابة هنا قانون العمل يطبق على العمل الخاص تاني قانون العمل يطبق على العمل الخاص طيب لما بنقول بقى العمل نوعين عام وخاص يبقى قانون العمل يطبق على ايه ربا عليك يطبق على الخاص فقط يبقى مين اللي خرج من النطاق هنا يعني ايه خرج من النطاق يعني مين اللي مش هنطبع عليه قانون العمل برافو العمل العام يبقى لما يجي لك سؤال ويقول لك ضع علامة صح او خطأ يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل ويحكم بمقتدى القانون المدني للدولة يعني ايه الجملة دي مش احنا بنقول احنا عندنا العمل عام وخاص عام وخاص قانون العمل هو يطبق على القطاع على القطاع الخاص يبقى العام هنا خرج خالص من التطبيق يبقى كاني ايه الفرق اوضح الفرق ما بين العمل العام والعمل الخاص لو قال لي وضح الفرق بقول له ينقسم العمل الانساني انه لعين عمل عام وعمل خاص ايه هو مفهوم العمل العام مفهوم العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتبار رسولتها ذات ايه؟ بربع عليكم. ذات سيادة. اما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص. طيب انت دلوقتي يا مستر قلت قانون العمل هيطبق على القطاع الخاص. في ناس من اللي بتشوفنا دلوقتي هتقول لي مثلا انا والدي او والدتي بشتغلوا بشتغلوا عمل خاص. لكن مفيش قانون بتطبق عليهم. داني. اي حد هيقول لي انا عندي ناس بتشتغل في العمل الخاص. مفيش قانون بتطبق عليهم. انت ليه بتقول قانون العمل بيطبق على القطاع الخاص. هقول لك ليه? لان العمل الخاص مش نوع واحد. العمل الخاص سلاس انواع. تاني. احنا قلنا العمل العمل الانساني في صفة عامة بينقسم الى نوعين. ايه هم النوعين دول عام وخاص. اما الخاص بقى ينقسم الى سلاس انواع. تعال مع بعض كده نشوف انواع العمل الخاص. احنا بنقول هنا العمل الخاص هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون الخاص. طبعا على عكس العمل العام. العكس يعني يعني العمل العام بيتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام. ويخضع في مجموعة القانون العمل از ينقسم بدور الى ثلاث اقسام مين هنا اللي ينقسم برضو عليكم العمل الخاص طب ايه التلات اقسام دول اول حاجة العمل المسترق هو ذلك العمل الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تمثل مجموعة القائمين بالعمل تاني اول نوع من انواع العمل الخاص العمل الذي يخضع في نشاطه لسلطة جماعية عمالية تمثل مجموعة القائمين بالعمل يعني ايه سلطة جماعية عمالية ببساطة كده هرجع تاني للتعريف بتاع قانون العمل لان ده اللي هيوصلنا النقطة مهمة جدا احنا قلنا التعريف مجموعة القواعد التي تتولد وتنشأ بين عامل وصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او شخص اعتباري مقابل اجل اذا توفى الرابط الايه التبعية طب ايه علاجة ده بالعمل المسترق ما هو بيقولك العمل المسترق ده عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية تاني سلطة جماعية عمالية يعني ايه عايز يقولك ببساطة ان في العمل المسترق مفيش حد شغال عند حد مفيش حد مدير على حد مفيش حد تابع لحد اه ده عايز وصلنا الحاجة هنا اه مش هو الف التعريف اذا توفى الرابط الايه التبعية ده عايز يقولك ان العمل المسترق مكفوش تبعية ليه مفيش تابعية لانه يخضع لسلطة جماعية عمالية يعني ايه مجموعة القائمين بالعمل ليهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات محدش فيهم شغال عند التاني يعني هنا رابط التبعية مش موجود يبقى اول نوع عندنا من العمل الخاص العمل المسترق وده ببساطة عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية طيب النوع التاني بقى من العمل العمل المستقل ايه هو العمل المستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب ذاته او حساب نفسه تاني هو العمل الذي يستقل الشخص فيه فنيا واداريا لحساب ذاته او لحساب نفسه يعني ايه مسترق العمل المستقل من اسمه كده صاحبه بيستقل به لحساب نفسه هو بمعنى ايه بمعنى ان هو شغال عند نفسه يعني ايه يعني شغال عند حد طب ادينا مثال يا مستر كلا هقولك مثال زي مثلا المحامي اللي عنده مكتب المحامي اللي عنده مكتب الدكتور اللي عنده عيادة بالليل الحرفي السباك النجار القهربائي كل ده اعمل مستقل اللي عنده تاكس اللي كل دول اعمال مستقلة يعني اعمل مستقل يخضع فيه الشخص تحت اقدرة نفسه يعني مفيش حد يقدر يحسبه يعني هو مش تابع لحد انت مصمم ليه مصطر على كلمة تابع لانه افكرك تاني القانون قال ايه اذا توفر رابط التابعية افهم من كده ايه ان العمل المشترك اللي يخضع لسلطة جماعية مفيهوش رابط التابعية وان العمل المستقل برضو مفيش رابط التابعية ليه مفيش رابط التابعية لان هنا في العمل المستقل يستقل الشخص فيه لحساب مين حساب نفسه هو يعني شغال عند نفسه هو مش شغال عند حد طيب يبقى كده عنوع العمل الخاص كان نوع لحد دلوقتي اتنين العمل المشترك العمل المستقل نيجي بقى للنوع التالت واهم نوع عندي العمل التابع العمل الايه التابع تعال مع بعض كده نشوف تعريف العمل التابع لان طبعا تعريف العمل التابع ده اه بعيدا عن الامتحان ده الاساس بتاعنا اللي هنبنى عليه قانون العمل نيجي للنوع التالت العمل التابع هو ذلك العمل الذي يتم تحت اشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل خد بالك بقى من التعريف العمل التابع هو الذي يتم تحت اشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل نقف هنا بقى ثواني بنقول العمل التابع هو ذلك العمل الذي يتم تحت إقدارة وإشراف وتوجيه من يتم لصالح العمل هنا معناها ايه معناها يقصد بها صاحب العمل ومين اللي هيقوم بالعمل ده العامل اذا عامل وصاحب عمل هنا تم وجود التبعية طالما في عامل وفي صاحب عمل يبقى هنا نشأة التبعية ومن غير التبعية ما كانش فيه قانون عمل ليه مصدر لان احنا لو تفتكر التعريف قلني ايه اذا توفر رابط التبعية الرابط التبعية هنا معناه ان انا اشتغل تحت ادارة وتوجيه ورقابة من يتم الحساب والعمل يقصد به صاحب العمل طيب نفهم من كده ايه نفهم من كده ان قانون العمل هل يطبق الاول هالعمل العام ولا الخاص رفع عليكم قانون العمل موجود عشان يطبق على القطاع الخاص اني نوع من الخاص بقى هل هو العمل المسترق هل هو العمل المستقل هل هو العمل التابع انا سامع كلكم بتقولوا لا يطبق على العمل التابع ليه لان المشترق والمستقل فقدوا شرط مهم جدا ما فهمش تبعية يبقى اذا قانون العمل يطبق على العمل التابع والتبعية هنا دي الشرط الوحيد اللي بيحدد نوع العمل الخاص الخاضع لقانون العمل او لا يخضع لقانون العمل ودي هنفهمها في الجزء القادم ان شاء الله نقول تاني كده ملخص للي احنا قلنا قلنا عشان هتورع وقلم واختب اللي احنا هنقوله ده قلنا قانون العمل عبارة عن ايه مجموعة من القواعد القانونية التي تتولد او تنشأ من علاقة ما بين عامل وصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده ايه رابع عليكم طبيعي او اعتباري طبيعي او ايه اعتباري مقابل اجر مقابل ايه مقابل اجر اذا توفر رابط التابعية يعني الرابط التابعية موجود طيب قلنا ينقسم العمل الانساني الى نوعين سؤال اكمل ينقسم العمل الانساني الى نوعين عمل عام وعمل خاص عمل عام وعمل خاص وينقسم العمل الخاص بدوره إلى ثلاث أقسام إيه هم ما بقى الثلاث أقسام دول واحد العمل المشترك اتنين العمل المستقل ثلاثة العمل التابع يعني عمل مشترك العمل المشترك هو العمل الذي يخضع لسلطة جماعية عملية ما فيوش تبعية تاني العمل المشترك هو العمل الذي يخضع لسلطة جماعية عملية أما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل في الشخص لحساب ذاته تحت رقابة وتوجيه ذاته ذاته هنا يعني نفسه يعني أنا شغالة عند نفسي طيب هنسأل سؤال كده بديهي هو أنا لما كن شغالة عند نفسي أو عندي حاجة هو أنا هدن نفسي مكافأة هطبق على نفسي خاص لو أنا اتأخرت من الشغل هبقى نفسي لا ما العمل بتاعي يبقى إذن هنا أنا مش محتاج قانون يحكم العلاقتي بنفسي يبقى هنا شرط التبعية مش متوفر نيجي بقى للنوع التالت العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت إدارة وتوجيه ورقابة صاحب العمل مقابل الأجر اللي احنا قلنا عليه يبقى ده الجزء اللي احنا قلناه تاني زي ما بقولك كده ما بيش حاجة صعبة في المادة دي المادة سهلة وجميلة خلي بالك بعد ما بنخلص بنحل مع بعض أسئلة كتاب المدرسة بالترتيب بتاعها وهنوضح كل سؤال بالإجابة بتاعته وممكن يجي ازاي ولو لي طريقة تانية في الامتحان هقولك عليها يجي ازاي يبقى انت تجيب وراء وقلم وتكتب اللي انا بقول عليه ده العمل الإنساني ينقسم إلى نوعين يهم عام وخاص العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وينقسم العمل الخاص إلى ثلاث أقسام ايه هم الثلاث أقسام العمل المستقل العمل المسترق العمل التابع العمل المسترق هو عمل يخضع لسلطة جماعية عمالية أما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل الشخص فيه لحساب ذاته وتحت توجيه ورقابة ذاته يعني ما فيش تبعية أما العمل اللي يهمنا واللي بنتكلم عليه هو العمل التابع هو العمل الذي يتم تحت إدارة وتوجيه ورقابة صاحب العمل مقابل أجر طيب كده دي الحاجات ببسيطة ببساطة كده طب ايه الممكن الأسئلة اللي تيجي تعتمد على الفهم في الجزئية دي هقول لك إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي لو أنا قلت لك صح أو غلط يخضع العمل المستقل إلى قانون العمل أو يسري أو يسري قانون العمل على العمل المستقل يسري هنا بمعنى إيه يطبق أو يخضع يسري قانون العمل على العمل المستقل هل الجملة دي صح أو غلط قبل ما تجاوب صح أو غلط احنا اتفقنا ان قانون العمل معمول للعمل الخاص تمام والعمل الخاص كان منوع تلاتة ايه هم مستقل ومشترك وتابع وقانون العمل هيتطبع على انهي واحد فيهم على العمل التابع بس اذا قانون العمل ولا بتطبق على العمل المستقل ولا بتطبق على العمل المشترك يبقى لما يجيه يقولك يسوي قانون العمل على العمل المستقل قوله لا خطأ ما بيتطبقش عليه يسري قانون العمل عمل المشترك قل له لا خطأ يسري قانون العمل على العمل التابع قل له آه صح قانون العمل يسري أو يطبق على العمل التابع يبقى احنا كده هداف الفصل الاول اللي بنتكلم عليها اتكلمنا في نقطة مهمة جدا كانت مفهوم القانون مفهوم قانون العمل والفرق ما بين العمل العام والعمل الخاص فبقى ما بين العمل العام والعمل الخاص وعرفنا ان العمل الخاص سلاس انواع وفهمنا كمان ان قانون العمل يطبق على القطاع او العمل الخاص وخاصة او الجزء اللي بتطبع عليه القانون العمل التابع يبقى ده اول جزء لازم نفهمه لان ده المدخل اللي هنبنى عليه المنهج بتاعنا طيب نيجي بقى للسؤال التاني اهمية قانون العمل هل قانون العمل مهم ولا مش مهم طيب ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة وسيلة لتحقيق الذات واثبات الركود اتصال تشريعات العمل بالمقاومات الاساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية او من الناحية الاجتماعية هنتكلم مع بعض كده على نقطة نقطة فيهم من ضمن اهمية قانون العمل انه ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة يعني يا مستر هقولك يعني هو احنا لما قلنا في تعريف قانون العمل قلنا مقابل ايه وابا عليكم مقابل اجر وانا باخد الاجر ليه عشان ا Would عاجه تكاليف الحياة اللي انا بعيش فيها ما فيه شغل ببلاش ما فيه شغل طبعا ما فيه شغل ببلاش فيه شغل ببلاش اللي هو الم energشور لالتطوعي لكن انا بشتغل ليه بشتغل عشان اخد اجر طب الاجر دي انا بعمل ايه بقدر اواجه بيه تكاليف الحياة دي نقطة تاني نقطة وسيلة لتحقيق واثبات الزات يعني إيه وسيلة لتحقيق وإثبات الزات الفرق ما بين أي حد البناء آدم يعني المفروض أنه هو يشتغل يثبت وجوده يثبت نفسه العمل هو اللي بيخليك تتطلع للحياة ويبقى عندك أمل وتقدر تثبت وجودك من غير العمل الإنسان اللي ما بيشتغلش ده ما عندهش طموح فأنا لازم أشتغل دي وسيلة أن أنا أثبت بيها وجودي في الشغل طيب الأهمية التالتة اتصال تشريعات العمل بالمقاومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية إيه الكلمة الكبيرة دي ولا كبيرة ولا حاجة قانون العمل في باطنه يستمد التشريعات بتاعته من المجتمع يعني إيه بيستمد التشريعات بتاعته من المجتمع بيحاول جاهدا يشوف العامل أو العاملة ايه المشاكل اللي ممكن تقابله في العمل وبدأ يبني القانون على هذا الاساس بمعنى ايه بمعنى مثلا هللاقي ان فيه عندنا فئتين بتعملوا معاملة خاصة في قانون العمل مين هم النساء والاطفال طب النساء ليه ده القانون حتى جزء وقواعد مهمة جدا بتنظم قواعد عمل النساء ليه النساء فئة كبيرة من المجتمع الناس دي عايزة قوانين خاصة للست مثلا القانون استمد مثلا من المجتمع ان هو يديها اجازة للوضع الميلادي يعني ان هو يديها اجازة لبعاية الطفل اه كمان القانون اهتم بالمجتمع وتشغيل الاطفال حدد سن معين ان الطفل يشتغل فيه اذا قانون العمل مهم في تلات حاجات قلنا اهمية اقتصادية الاجب اللي انا بغده لمواجهة تكاليف الحياة الحاجة التانية ان هو وسيلة بسبب بيها وجودي وبحقق بيها ذاتي في المجتمع اللي انا فيه الحاجة التالتة ان بيستمد تشريعاته من المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية او من الناحية الاقتصادية ده بالنسبة ليه اهمية قانون العمل طيب تعالا نشوف مع بعض كده شروط سريان قانون العمل طيب الاول يعني ايه كلمة سريان يا مستر شروط تطبيق قانون العمل عشان اطبق قانون العمل لازم هناك سلاس شروط اول شرط ان يكون العمل خاص ان يكون العمل ايه خاص ان يكون العمل مأجور كلمة مأجور هنا يعني بقاجر فلوس يعني ان يكون العمل تبعيا طيب لا نفهم بقى التلات كلمات دول اولا التلات كلمات دول تلات كلمات على انهم صغيرين جدا لكن دائما بيجوا في الامتحان بيجوا ازاي يجوا لنا اكمل مثلا يقول لك يشترط لسريان قانون العمل ان يكون نقط ونقط ونقط اقول له ان يكون خاص ان يكون مأجور او باجر ان يكون تابع طيب تعالا نمسك نقطة نقطة منهم ونشرحها اول شرط ان يكون العمل ايه خاص مش احنا قلنا في الاول خالص العمل بينقسم الى نوعين ايه هما عام وخاص وقلنا في بداية الحلقة قانون العمل يطبق على القطاع الايه على القطاع الخاص فطبيعي ان اول شرط عشان اطبق قانون العمل يبقى خاص احنا عندنا جملة كده في الكتاب عشان لما تراها تلقى فاهم معناها شروط تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص تاني شروط تطبيق قانون العمل من حيث الموضوع من حيث الموضوع هنا نقصد به العمل ده يطبق عليه قانون العمل ولا لا اما من حيث الاشخاص نقصد به الشخص ذات نفسه البناء ادم يطبق عليه القانون ولا لا لو بنتكلم من حيث الموضوع اي عمل في الدنيا عايز تعرف يطبق عليه قانون العمل ولا لا اسأله التلات اسئلة دول ايه هما يعني لو انت قاعد في البيت وعايز تعرف والدك يتطبع عليه قانون العمل ولا لا تعال اسأله التلات اسئلة دول قل له هو انت العمل بتاعك عام ولا خاص لو قالك خاص يبقى اول شرط موجود لو خاص يبقى اول شرط موجود طب انت بتشتغل ببلاش ولا باجر لو قالك باجر يبقى تاني شرط موجود لو سأله انت تابع يعني شغال عند حد ولا شغال لحساب نفسك لو قالك انا شغال عند حد صاحب عمل يعني يبقى كده تابع افهم من الجملة اللي انا دي قلتها ايه ان تلات شروط عشان اطبق قانون العمل تاني تلات شروط عشان اطبق قانون العمل على ايه على اي عمل اسأل نفسك كده اي عمل في الدنيا عايز تعرف ينطبق عليه قانون العمل ولا لا شوف التلات حاجات دول هل هو خاص هل هو باجر هل هو تابع طيب احنا هندي امثلة زي ما الكتاب قال عشان نعرف القانون بتطبق على انهي اعمال بالزبط لو ادينا مثال مثلا مثلا على اه الدكتور اللي فاتح العيادة بالليل هل الدكتور ده بالليل عمل عام ولا خاص خاص هده اول شرط طيب هل الدكتور ده بياخد اجي بل لم ياخدش بياخد اجي ادي تاني شرط هل الدكتور ده تابع لا مش تابع اذا انا فقد شرط التابعية اذا لا يطبق القانون العمل عليه طيب ليه رضو عليك لانه عمل مستقل عمل ايه مستقل واحنا قلنا العمل المستقل لا يطبق عليه قانون العمل يبقى تاني شروط تطبيق قانون العمل ماشي ناخد مثال كمان عشان الناس اللي ما فيميتش من المثال الاولاني هندي مثال على الحرفي زي السباك والنجار وده طيب هل هو عمل عام ولا خاص خاص قد اول شرط طيب هل الحرفي بياخد اجر ولا بياخدش بياخد اجر قد يتاني شرط هل هو تابع لا مش تابع يبقى فقط شرط التابعية ناخد مثال كمان عشان انا عايز اوصل لنقطة هنا ناخد مثال على المحامي هل المحامي خاص ولا مش خاص اللي عنده مكتب بالليل اه خاص المحامي او المحاسب خاص وباجر تابع لا مش تابع طيب مش ملاحظين حاجة معايا حاجة مهمة جدا كل منيجي نطبق قانون العمل نلاقي فيه شرط بيتم فقده هنا وما بتطبقش عليه قانون العمل شرط الايه التابعية عشان كده في التعريف قلنا ايه اذا طرف الرابط التابعية عشان كده بنقول عشان لو جانا اكمل الشرط الوحيد الذي يفرق اي نوع من انواع العمل الخاص للخضوع لقانون العمل هو شرط واحد التابعية التابعية ليه لان العمل الخاص ما احنا قلنا مستقل ومشترك وتابع افرق بينهم ازاي ومن اللي يطبق على قانون العمل الشرط الوحيد اللي هيفرق ما هو خاص وبأجل كلهم هيبقوا خاص وبأجل لكن بقى عشان اعرف العمل ده يخضع ولا لا يخضع لازم يتعرف بالشرط التالت اللي هو شرط التابعية يبقى لما ييجي يقول لك ما هي شروط تطبيق قانون العمل من حيث المرضوع اه او شروط سويان قانون العمل اقول له تلاتة ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر ان يكون العمل تابع طيب حد يقول انت بتقول من الشروط ان يكون العمل بأجر هل في عمل من غير أجر من غير فلوس يعني اه فيه طبعا ايه العمل اللي من غير أجر العمل التطوعي العمل الايه التطوعي وطبعا العمل التطوعي او تبرع مني يعني مثلا انا شغال واحد شغال مثلا محاسب في جمعية خيرية مجانا ياخدش فلوس متطوع في احدى الجماعات اللي بتقدم خدمة للمجتمع مجانا ما بياخدش فلوس ده اسمه عمل تطوعي او تبرع مني هذا العمل لا يخضع لقانون العمل تاني العمل التبرعي او التطوعي لا يخضع لقانون العمل انما يحكم بمقتدى قانون الخدمة المدنية في قانون تاني بينظمه لكن العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل طب ليه ما بيخضعش القانون العمل لان التطوع هنا ببلاش ولا بفلوس مجانا ولا بفلوس مجانا ومن غير فلوس واحنا قلنا من شروط تطبيق قانون العمل ان يكون العمل بايه بآجر يبقى لو فقد الشرط ده هنا يبقى مش هيتطبق عليه قانون العمل يبقى نفهم من كده ان هناك ثلاث شروط لتطبيق قانون العمل ايه هم الثلاث شروط دول اول شرط ان يكون العمل خاص تاني شرط أن يكون العمل بأجر تالت شرط أن يكون العمل تابع طيب برضو اللي ما حضرش معنا من أول الحلقة هنعمل ملخص سريع قلنا حضر الورقة والألم بنقول أسئلة مهمة جدا أسئلة معظم الأسئلة اللي بنقولها إن شاء الله بتيجي في الامتحانات لأنها أسئلة الكتاب وبنقول حلها كمان طيب هنعمل ملخص سريع لجزء اللي احنا قلنا قلنا قانون العمل عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنشأ أو تتولد من علاقة عامل وصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي أو شخص اعتباري مقابل أجر إذا ترفر رابط التبعية قلنا ينقسم العمل الإنساني بصفة عامة إلى نوعين إيه هم من نوعين دول عمل عام وعمل خاص تاني العمل العام والعمل الخاص الفرق بالتنين العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص العمل الخاص ينقسم بدوله إلى ثلاث أقسام إيه هم الثلاث أقسام دول واحد العمل المسترق العمل المستقل العمل التابع تاني ينقسم العمل الخاص الى ثلاث انواع مسترق مستقل تابع ايه الفرق بينهم العمل المسترق هو العمل الذي يخضع لسلطة جماعية عمالية اما العمل المستقل هو العمل الذي يستقل للشخص فيه تحت قيادة ذاته لحساب نفسه مش شغال عند حد اما العمل التالت هو العمل التابع والعمل التابع هنا معناه هو العمل الذي يتم تحت اضارة وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل اللي هو صاحب العمل طبعا مقابل اجر قلنا شروط تطبيق قانون العمل او شروط سريان قانون العمل من حيث الموضوع كلمة من حيث الموضوع يعني عشان اما تقراف الكتاب تفاهمها احنا عندنا الشروط نوعين من حيث الموضوع ومن حيث الاشخاص لو بتكلم عن الموضوع اقصد العمل هل يطبق عليه قانون العمل ولا نوع العمل هنا ايه هيطبق ولا لا والله احنا قلنا فيه تلات شروط لو التلات شروط دول موجودين يطبق قانون العمل لو شرط واحد مش موجود لا يطبق قانون العمل ايه هم مشروط دول اول شرط ان يكون العمل خاص ان يكون العمل ايه خاص تاني شرط ان يكون العمل مأجور او باجر تالت شرط ان يكون العمل تابع وقلت لك نقطة مهمة جدا وانا اقف اسئلت الكتاب العمل شرط ان يكون باجر اذا العمل التطوعي او العمل التبرعي ليس غير قابل للخضوع لقانون العمل لأنه فقط شرط من الشروط التلاتة طب ده بالنسبة لشروط تطبيق قانون العمل نيجي بقى من حيث الأشخاص يعني من حيث الأشخاص الناس أو الفئات اللي هيتطبق أو لا يطبق عليها القانون الحقيقة قانون العمل بينفرد بميزة مهمة جدا عن باقي القوانين كلها ايه الفكرة هنا قانون العمل قائم على فكرة الاستبعاد يعني ايه الاستبعاد المفروض القانون لما بيتم تشريعه نقول هيتطبق على مين ومش هيتطبق على مين بس قانون العمل عمل حاجة ودي اللي ميزيته عن القوانين كلها عمل ايه عمل حاجة اسمها استبعاد يعني استبعاد يا مستر يعني قال فيه تلات فئات مش هيتطبق عليهم القانون استبعدهم من القانون طب والباقي يطبق علي القانون طب هو عمل كده ليه لان اللي مش هيتطبق علي القانون عدده قليل فقالما اقول انا العدد القليل والباقي يطبق علي القانون اللي مش فهم انا بقول ايه هديك مثال توضيحي كده بسيط جدا لما يكون عندي فصل والفصل ده فيه تلاتين طالب حملت لهم امتحان تلات طلاب رصبوا في الامتحان ده وبقيت الفصل نجح المفروض لما انا اعلن النتيجة هقول ايه فلان وفلان وفلان راصب دول راصبين طب والباقي كده هيفه منه هو ناجح نفس الفكرة بالزبط هو قانون العمل قال ايه اه فلان وفلان وفلان مش هيتطبق عليهم قانون العمل طب والباقي يطبق عليه قانون العمل طب هل يطبق ايه هي الفقات والفقات هنا باتكلم على اشخاص اللي ما يتطبقش عليها قانون العمل وهنعرف ليه برضو ما يتطبقش عليه قانون العمل تعالى نشوف مع بعض كده ايه الفقات التي لا تخضع لقانون العمل ساعات السؤال بيجي يقولك ما هي الفقات التي لا تخضع لقانون العمل ما هي الفقات التي لا يسري عليها قانون العمل ما هي الفقات المستثناء من قانون العمل التلاتة بمعنى واحد تاني عشان تخلي بالك معايا عشان ما يتحكش عليك في الامتحان وهقولك الاسئلة بتجي عليها ازاي هيجي يقولك كده الفئات المستثناء وكلمتنا المستثناء اللي هي مش هيتطبق عليها قانون العمل او الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل او الفئات التي لا تخضع لقانون العمل كم فئة بقى مش هيتطبق عليها قانون العمل تلات فئات من هم الثلاث فئات دول أول فئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تاني أول فئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة طيب هم ليه دول يا مستو مش هيتطبق عليهم قانون العمل أولا لأنهم فقدوا أول شرط في التطبيق هم اللي شغالين في الدولة دول عام ولا خاص تمام عام وأول شرط لتطبيق قانون العمل أنه يكون خاص إذن أول فئة مش هيتطبع عليها قانون العمل جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة الفئة التانية عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم عمال الخدمة المنزلية البواب بيبيسيتر السفراجي الكلام ده كله وما في حكمهم يعني اللي زيهم برضو مش هيتطبع عليهم قانون العمل ليهم قانون تاني بس مش قانون العمل الفئة التالتة اللي مش هيتطبع عليها قانون العمل من هي أسرة صاحب العمل الذي يقولهم فعلا يقولهم مين يعني بيصرف عليهم يبقى ثلاث فئات ما بنطبقش عليهم قانون العمل لا يسري عليهم قانون العمل فئات مستثناء من قانون العمل ايه هم الثلاث فئات العاملين بأجهزة الدولة اللي هم شغالين في الجهاز الإداري للدولة عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم أفراد أسرة صاحب العمل الذي يقولهم فعلا يبقى دي الفئات اللي مش هيتطبع عليها قانون العمل طيب عندنا ملاحظات مهمة جدا قانون العمل او التشريعات العملية ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر من قانون العمل من الناحية الاقتصادية وده نقطة مهمة وبتيجي على طول في الامتحانات خلي بالك يجي يقولك ايه ضع علامة صح او خطأ قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج طبعا هتقول لي يا مستر ده انتقيل ان قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ومين وصاحب العمل هقولك اه بس قبل ما تستعجل مين بيقوم بالعمل العامل ومين اللي مع رأس المال صاحب العمل اذا قانون العمل تم انشاءه عشان ينظم العلاقة ما بين العمل ورأس المال المستثمر في الانتاج ده اول نقطة من ضمن النقطة المهمة جدا يؤخذ على قانون العمل انه كثير التكلفة اولا لو جيت لك صحة ولا غلط الجملة صحيحة لو قال لك كده يؤخذ هنا يعني من اهم عيوب قانون العمل انه كثير التكلفة هقول له صح هقول له صح كده احنا خدنا الجزء الاولاني يا رب تكونوا فهمتم وان شاء الله في الحلقات الجاية نكمل الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته